موضوع درسي اليوم هو الفرسخ الفلكي الفرسخ الفلكي هو وحدة لقياس المسافة وتساوي 3.26 سنة ضوئية ولكن لماذا أطلق العلماء على هذه المسافة بالتحديد مصطلح الفرسخ الفلكي؟ في الحقيقة هذه المسافة تساوي بعد جرم سماوي ذي زاوية تزيح قيمتها ثانية قوسية واحدة درستم في فيديو التزيح النجمي عن ظاهرة التزيح وعرفتم أن العلماء يقيسون بعد النجوم القريبة نسبيا من خلال هذه الظاهرة الثانية القوسية هي وحدة لقياس الزوايا الصغيرة جدا حيث تعادل واحد على 3600 من الدرجة تمثل زاوية التزيح مقدار التغير الظاهري في موقع جرم سماوي عند رصده في مواقع مختلفة من مدار الأرض حول الشمس وإن كانت قيمة هذه الزاوية ثانية قوسية واحدة فهذا يعني أن النجم يبعد عن الأرض 3.26 سنة ضوئية ولكن كيف يمكنكم حساب ذلك؟ هذا ما ستتعلمونه في هذا الفيديو افترضوا أن هذه هي الشمس وأن هذه هي الأرض في وقت معين من السنة وهذه هي الأرض بعد 6 أشهر في الطرف المقابل من المدار وهذا جرم سماوي بعيد المسافة بين الأرض والشمس تساوي وحدة فلكية واحدة AU وعليكم إيجاد هذه المسافة أو D التي تمثل بعد الجرم السماوي بزاوية التزيح قدرها ثانية قوسية واحدة هذه الرسوم هي من المنظور الرأسي للنظام الشمسي والأرض تدور بهذا الاتجاه في كلتا الحالتين في هذا الوقت من السنة عند أول مراحل شروق الشمس إن نظرتم إلى الأعلى بشكل مستقيم تكون الزاوية بين الجرم السماوي والخط العمودي الذي يمثل النظر إلى الأعلى بشكل مستقيم هي زاوية التزيح أي أن هذه الزاوية تساوي ثانية قوسية واحدة تصوروا الأمر كما يبدو بالنسبة إلى شخص على الأرض هذه النقطة تمثل شخصا ينظر إلى الأعلى وهنا الشمال والجنوب والشرق والغرب تبدأ الشمس بالشروق في الشرق تخيلوا أن هذه الرسمة ثلاثية الأبعاد بحيث يكون الشمال في قمة الكرة الأرضية بينما الجنوب في أسفل الأرض ولا يمكن رؤيته من هذا المنظور أي أنه عند شروق الشمس سيكون الجرم السماوي بين الشمس والخط العمودي وستكون الزاوية بين موقع الجرم السماوي وبين الخط الذي يمثل النظر إلى الأعلى بشكل مستقيم ثانية قوسية واحدة أي أن الجرم السماوي سيكون هنا هذه الزاوية هنا تساوي ثانية قوسية واحدة أما بعد ستة أشهر سيكون ذلك الجرم في الموقع المقابل افترضوا أن هذا الخط يمثل النظر إلى الأعلى بشكل مستقيم بمعنى آخر إن نظر شخص إلى الأعلى باتجاه مركز السماء ليلا سيكون هذا هو اتجاه نظره افترضوا أنه نظر بنفس الاتجاه الذي نظر إليه قبل ستة أشهر وبدلا من أن يكون ذلك في الفجر سيكون الآن عند غروب الشمس نظرا لتغير موقع الأرض نسبة للشمس هذه الزاوية هنا هي زاوية التزيح ومقدارها ثانية قوسية واحدة جدوا الآن بعد هذا الجرم تذكروا أن الثانية القوسية الواحدة تساوي واحد على 3600 درجة إذن هذه الزاوية هنا تساوي 90 ناقص واحد على 3600 استخدموا ظل هذه الزاوية تان 90 ناقص واحد على 3600 يساوي المسافة بين ذلك الجرم والشمس على المسافة بين الأرض والشمس وتساوي وحدة فلكية واحدة وبما أنها وحدة فلكية واحدة هنا فالقسم على واحد تعني أن تان تسعون ناقص واحد على 3600 يساوي المسافة المطلوبة دي باستخدام الآلة الحاسبة تجدون أن تان تسعون ناقص واحد على 3600 يساوي 206 ومئتان وخمسة وستون وحدة فلكية تقريبا هذه المسافة تساوي 206 ومئتان وخمسة وستون وحدة فلكية عليكم تحويل تلك المسافة إلى السنوات الضوئية تعادل السنة الضوئية 63241 وحدة فلكية لذلك 206265 وحدة فلكية ضرب واحد سنة ضوئية على 63241 وحدة فلكية اختصر الوحدات الفلكية معا واقسم 206265 على 63241 النتيجة هي 3.261 سنة ضوئية أو 3.26 سنة ضوئية تقريبا هذه هي قيمة الفرسخ الفلكي والطريقة التي استخدمها العلماء لاشتقاقه حيث أن الفرسخ الفلكي هو المسافة التي تفصل بين الشمس وجرم سماوي زاوية تزيحه ثانية قوسية واحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر